السلام عليكم و مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم عنوان الحادقة كيف ما عودتكم تنجيب لكم غير الوصفات السهلة البنينة اقتصادية و كتكون سريعة اليوم غد نحضر واحد صندويتشات او لا يعني فطائر اللي مالحة الديدة بزاف بطريقة سهلة 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 كتتوجد فعشرة ديال دقايق بلا عجينة بلا دليك بلا تمارا خديت واحد لمقيلة درت فاطرية صغير ديال زبدة و شوية ديال زيت و الفلفلة منسبة للفلفلة قدتها طويلة و رقيقة خديت هنا هي ثلاثة ديال الحبات ديال الفلفلة الوان تقدرو تخدموه يعني غير بالفلفلة خضراء ولا اللي كانت توفر عندكم ضفت لها شوية ديال الملحة و شوية ديال البزار النار مرتفعة و قليتها مزيين حتى طابت الي ما عندكم شي يعني الزبدة تقدرو تديرو غير الزيت غير الزبدة الزبدة يعني واحد انكها زوينة وتجي الد الي ما كانش تديرو غير زويتة تقليوها في الزيت مع الملحة و ليبزار نفس الطريقة قدرتها البصلة بصيلة وحدة كبيرة مشل ضرقيقة درت لها شوية ديال الزبدة شوية ديال زيت و الملحة و ليبزار يعني كتافيوا فقط بالملحة عفوان و ليبزار ما تنضيفوش توابل هنا اخديت خبز يعني جاهز كتاخدوا اي نوعية ديال الخبز كانت عندكم جاهزة تنقص معلاجوش تنقص شوية من هذيك البابة اي انه كانت كثيرة يعني باش هكما ما يجيناش معجن بزاف من الداخل درتوه هنا اي في اللطن غدي دخول الفران غدي نجيب شوية ديال زويتات العود و غدي نحاول ان ندهنوه واحد دهنة خفيفة يعني مثلا نكتروش هزيت بزاف غير واحد دهنة خفيفة ادي ندلي ايضا شوية ديال البزار شوية ديال الزعتر الملحة هاد الخبز اصلا تيكون مالح يعني متحتاجوش الملحة غير اللي بزار و الزعتر و كندخلو الفران على ميتين درجة واحد ربوع ساعة من الفوق من التحت بغينا غير يتقرمش باش هذيك البابة احتى هيك تتقرمش متتجينش معجنة الداخل اضفت هنيا سلصة ديال الطماطم بعدما خرجتو من الفران مباشرة كندفلي سلصة ديال الطماطم انا استعملت هنيا الجاهزة الى عندكم جاهزة تستعملوها ما عندكم شا تصيبو سلصة طماطم عادية كيف لك تصيبو البيتزا سوف اضفت من بعد شوية ديال الطون هاد الحشوه هاد اختيارية تقدروا تضيفو الكفتة الجاج اللي بغيتو انا هنيا يعني اسهل طريقة هي ديال الطون وكتجيل ديال ديال بزاف متخيلوش اضفت الطون وديك البصلة اللي شحرناها وايضا هذيك الفلفل احتى هي اللي شحرناها وقليناها مزيان الى بغيتو البنطرة هاد الفلفلو هاد البصلة تقدرو تديروهم تقطعو مرقاقين وديروهم غير خضرين ولكن انا كان فضلهم يكونوا هكا طايبين اضفت الزيتون الكحل و جوبن ديال موزاريلا او اي جوبن كان توفر عندكم جوبن حمر اي جوبن كتستخدموه يعني كتستخدموه في البيتزا وفي الفاطائر ديالكم كتضيفوه سوف اهنا يدرت واحد القطيرة ديال زيت الزيتون وشوية ديال الزعتر سوف ندخلو الفران على درجة الحرارة ميتين درجة كنشعل عليه ملفقه ملتحت و كنخليك ياخد واحد ما بين عشرين خمستاش عشرين دقيقة ها كاكسافي و كنحصلو على هاد الشكل هادا ساهلين بساطين ما فيهم اجتمار بساف يعني بيدون عجني يعني فشتكوني بغيت يديرش حاجه سريع على العشاء او لهكالشي خرجه بغين تخرجوا للبحار او لاش حاجه يعني كيجي سهلين سهلين بساف وبساطين تنتمنى الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تبخلوش عليا بلايك وتعليق جميلي لكنتو اول ما لا كتشاهدوا قانات عنوان الحدقة فما تنسوش تنضمو لها و الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة